أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينة الرئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لديها موقف ثابت وراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين جاء ذلك خلال كلمة معاليها بالمؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي المقام بالعاصمة الأردنية عمان وأشارت معاليها إلى أن البحرين عبرت عن هذا الموقف مرارا وتكرارا في العديد من المناسبات والمواقف والتجمعات الإقليمية والدولية وأعلنت دعمها للحقوق المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني الشقيق ومساندتها لكل ما يراه الأشقاء الفلسطينيون ملبيا لتطلعاتهم ودعت رئيسة مجلس النواب إلى تقديم رسالة برلمانية عربية إلى العالم بأن القضية الفلسطينية كانت وستبقى قضيتنا المركزية رغم كل الظروف والتحديات وأن البرلمانات العربية ترفض أي مبادرات أو خطط تنال من الحقوق المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني الشقيق كما أعربت زينل عن تقدير مملكة البحرين للجهود الكبيرة لفخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحرصه على توحيد الموقف العربي إزاء التطورات والمستجدات للقضية الفلسطينية مؤكدة على أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني الشقيق من أي خطوات أحدية تتناثى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي كما طالبت معاليها المؤتمر بأن يضمن بيانه الختامي رفض أي خطط أو مقترحات منفردة لا تضع في اعتبارها مصالح الشعب الفلسطيني وإرادته الوطنية وحقوقه المشروعة مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه لديها موقف ثابت وراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين ومساندة الجهود الرامية إلى حصولهم على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية عام 2002